بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة بسن وكرة الأعزاء في هذا العدد الجديد ابقوا معنا وتابعوا فيديو اليوم لنهايته قدم الدولي الجزائري ولعب باري أفسي إلى كبال واحدا من أحسن مستوياته في الموسم الحالي وسجل واحدا من أجمل أهدافه وقاد فريقه للفوز على حساب تروعب ثلاثية من دون رد كبال تلقى ثناء كبيرا من الإعلام الفرنسي الذي نصبه واحدا من أحسن لاعبي الجولة ككل كما تكلم الكل عن تعثيره في نتائج فريقه الذي يتجه بخطة ثابتة نحو الصعود كبال نال أيضا تقييما عاليا من موقع الإحصائيات موقع سوفا سكور الذي منحه التقييم ثمانية فاسة ثلاثة ولولا ركلة الجزاء التي ضيعها قبل تسجيله للهدف لكان تقييمه أعلى بكثيرا وربما توجي أيضا رجل للجولة كبال ضمن مكانه في تشكيلة الأسبوع وهو أمر ليس بجديد فمنذ بداية الموسم يقدم الجزائري مستويات كبيرة وبدون مبالغة قد يكون أحسن لاعبي ليك دو هذا الموسم كبال الذي غامر بقبول البقاء في الدرجة الثانية وتجديد عقده أيضا يتمنى أن يكون مستوها المقدم منذ بداية الموسم كافي لأجل إقناع بيتكوفيتش بمنحه مكانا في المجموعة ولو أن الأمر يبقى صعب جدا أولا لكثرة اللاعبين في مركزه وقوة المنافسة وثانيا لأن بيتكوفيتش لا يفضل اللاعبين في الدرجة الثانية الفرنسية التي يراها ضعيفة ولا يمكن أن تقدم لاعب أقوية للمنتخب الوطني كشفت إذاعة موزايك التونسية أن إدارة الترجي وفي سعيها لتأويض مدربها البرتغالي المقال ميجيل كاردوسو قامت بالتواصل مع المدرب السابق للمنتخب الوطني جمال بلماضي من أجل الإشراف على العارضة الفنية لشيخ الأندية التونسية المفاوضة بين الطرفين فشلت في مهدها ولم تتدور ببساطة لأن بلماضي رفض العمل في تونس نفس المصدر قال أن بلماضي ينتظر عروضا من قطر لأنه لا يريد الخروج من هناك لأسباب عائلية بحتة ولم تتم الإشارة للأسباب العائلية التي تمنع بلماضي من التدريب خارج قطر لكن بدون شك تدريب الأندية يستلزم المكوثة في البلد الذي سيدر فيه دائما وهو ما لا يساعد بلماضي المقيم في قطر والتي تعيش فيها يعيش هناك عائلته وأبنائه ويدرسون وأيضا يتدربون مع أنديتهم بات من الواضح التوجه الألماني للإتحادية الجزائرية لكرة القدم في الفترة الأخيرة حيث سيضم المنتخب من ألمانيا ست لاعبين في الفترة المقبلة لكن هناك لاعب متألق آخر قد يكون له نصيب لكن في المستقبل وليس الآن وهو الدولي الجزائري إلياس حماش حماش انتقل لنادي شارك في بداية الموسم لكنه لم يشارك كثيرا وهذا بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا صحيفة كيكر الألمانية وفي عددها لنهار اليوم الثلاثاء قالت أن حماش شارك لأول مرة في تدريبات فريقه منذ فترة طويلة وقام بحصة فرضية أمس الاثنين ومن الممكن أن يندمج بشكل كامل مع بقية زملائه سواء اليوم أو غدا كيكر قالت أن غياب حماش الأخير كان بسبب الإصابة ولا صحة لما يقال عن إبعاده عن المجموعة كيف لا وهو الذي لم يلعب سوى ثلاث لقاءات منذ وصوله وآخر ظهور له كانت قبل شهر ونسب تقريبا الصحف الألمانية قالت أن شارك عين مدربا جديدا والمدرب الجديد سيمنح الفرصة للجميع ومن بينهم أماشا خاصة بعد سلسلة الإصابات التي تضرب الفريق لذلك وفي حال تعافية فإن ظهور الجزائري يوم السبت المقبل في لقاء فورث ليس مستبعد وما عليه سوى التأكيد مع نهاية الجولة المنقضية من الدور الألماني محصت وحللت معظم المواقع والصعف نتائج ومستويات اللاعبين وكان من الطبيعي أن يتم الإفراج عن تشكيلة الأسبوع تواليا تشكيلة الأسبوع عارفت اكتساحا كبيرا لها من طرف الجزائري ميتشل فيزر والذي وضع اسمه فيها كلها صحيفة بيلد الألمانية الشهيرة وضعت تشكيلتها للأسبوع الحالي ومنحت فيزر تقييما عاليا جدا تقييم كان عالي كفاية ليمنحه مكان في التشكيل المثالي اختيار فيزر في تشكيل بيلد جلب له ثناء الموقع الرسمي لناديه بريمن الذي أشار للتشكيلة وأشار لمستويات الجزائري وزميله الدوكش ليس فقط صحيفة بيلد موقع سوفا سكور العالمي وضع تشكيلته المثالية واختار من ضمنها الجزائري حيث منحه التقييم 8.3 وهو من أعلى التقييمات وهو تقييم متوقع بما أن فيزر ترك بصمته في فوز فريقه الكبير بتسجيله لهدف حاسم وتقديمه لكورة حاسمة مع الإشارة أيضا إلى أنه تم اختياره كجناح وليس ظهير الملاحظة هو الغياب الواضح لبن سبعيني عن تشكيلة سوفا سكور وتشكيلة بيلد لكن كان حاضر في تشكيلة هوسكورد موقع هوسكورد أنصف رامي واختاره في تشكيلته بتقييم جيد لتكون تشكيلة البوندسليغا بحسب هوسكورد هي من حملت اسمين جزائريين وهما فيزر وبن سبعيني مع اختيار فيزر مرة أخرى كجناح وليس ظهير مزيج من النقد والثناء صاحب الظهور الأخير للدولي الجزائري رياض محرز وذلك في لقاء دوري أبطال أسيا ضد الريان أمس محرز شارك أساسيا وحظي مرة أخرى بثقة مدربة كما قدم كورة حاسمة ليظهر بذلك أن محرز دوري الأبطال يختلف عن محرز الدوري ففي دوري الأبطال ساهم في أربع أهداف أما في الدوري فلم يقم بأي مساهمة جزء من الصحافة أثنت على محرز وظهوره ضد الريان وقالت أن مساهمته كانت فاعلة كيف لا وهو الذي قاد فريقه للنصر حيث ركزت على أرقام رياض الكبيرة جدا ويكفي أن أشير إلى أنه ساهم في أربع أهداف من ضمن خمس سجلها فريقه في دوري أبطال هذا الموسم وهو رقم كبير جدا لدرجة أنه يؤكد أن محرز هو أهم لاعب في الأهلي في مسابقة دوري أبطال أسيا طبعا وإذا كان مستوى محرز قد أعجب البعض فإنه لم يعجب البعض الآخر الصحفي سعود الشهير خالد الشنيف انتقد مستوى محرز وقال بنص العبارة لاعب طالع نازل الشنيف انتقد أيضا فورمت محرز البدنية وقال أن وزنه زائد ومن الصعب على لاعب بوزنه أن يشارك أساسيا ولابد أن يجلس على الدكام يبدو أن تمريرة محرز السحرية لم تقنع هذا الصحفي كما كان متوقعا وأشارت إليه الكثير من المصادر الفرنسية في الأسبوعين الأخيرين أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم الثلاثة تجديد عقد لاعبه الجزائري بضر الدين بوعناني موسمين إضافيين العقد السابق لبضر الدين مع ناديه كان ينتهي في العام 2027 ورغم أن العقد ما زال طويل إلا أن إدارة نيس لم تأمن شيئا وقامت بتأمين اللاعب بتمديد عقده سنتين مقبلتين ولم تشر المصادر الفرنسية لأي متعلقات مالية لكن وبكل تأكيد إدارة نيس تكون قد رفعت قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب عقد بوعناني السابق كان عقد شباب فقط بعد أن انتقل إليهم من الفريق الثاني لليل وحتى لو كان طويل الأمد إلا أنه كان عقدا هشا يمكن لأي نادي كسره لذلك قامت إدارة نيس بتأمين اللاعب بتجديد عقده لتكون المتحكم الوحيد في مستقبله تجديد عقد بوعناني مع نيس يعتبر خطوة إيجابية خطوة تعبر عن الثقة الكبيرة للإدارة الفرنسية ولمدرب الفريق في موهبة الجزائري الأمر سينعكس بكل تأكيد إيجابا على وضعه مع النادي وسينال فرصا كثيرة للإثبات ولما لا يتحول للاعب أساسي ولو أنه منذ بداية الموسم يحصل على الفرص تواليا سواء كبديل أو في عدة مرات كأساسي أفرج موقع سوفا سكور العالمي عن تشكيلة المثالي للدور الإيطالي درجة ثانية سيري بي التشكيل المختار عرف التواجد المتألق الجزائري ولعب باري مهدي دوربال دوربال كما عشر قبل يومين قدم مستوى كبير وسجل هدفا ثمينا في لقاع كتانزارو مستوى وهدف جعله يحصل على ثناء كبير جدا وتقييم عالي سماح له بولوش تشكيلة الأسبوع ليس فقط تشكيلة الأسبوع دوربال حصل على ثناء كبير من إعلام نادية بعد إحصائية قام بها أحد المواقع المتخصصة في الدرجة الثانية حيث قام بتصنيفه كأكثر اللاعبين الهجوميين في فريقه باري والمفاجأة أن دوربال هو من اختير في نادية بالرغم أنه مدافع أيصر أحيانا وأيمن أحيانا أخرى موقع لاباري كالتشو قال أن ذلك يؤكد أن مهدي يقدم مستوى راق وثابت دفاعيا وهجوميا الدولي الجزائري ومنذ ثلاث مواسم يقدم مستوية ثابتة في كل صيف يقتر نسمه بالرحيل لنادي كبير خاصة من الكالتشو الفرصة الآن تبدو ذهبية ولا يجب عليه تضيعها مستوى كبير والعروض لا تنقصه لذلك إن أراد الخطوة خطوة جديدة للأمان في مشواره ما عليه سوى الرحيل حتى لو أتيح له الأمر في جنفه أدل الدولي الجزائري وحارس نادي بيرس بوليس الإيراني أليكسيس جندوز بتصريحات إعلامية بعد لقاء فريقه لد السد أمس في دور أبطال آسيا جندوز تحدث بداية عن تجربته في إيران وهي تجربة تبدو غريبة حيث عبر عن سعادته الكبيرة هناك وقال أن كل شيء رائع جندوز تكلم بعد ذلك عن المنتخب حيث تكلم بداية عن التربص الأخير والوصول المظفر للمنتخب حارس بيرسو بوليس قال أن التألق في النادي هو طريق أي لاعب للمنتخب كما قال أن تألق أي لاعب في المنتخب يعطيه الثقة للبقاء أطول فطران جندوز تكلم بعد ذلك عن التربص المقبل بعمومية وقال أن التنقل لملعب الغينية سيكون صعب لكن كما حدث دائما الهدف الأول والأخير سيكون الفوز لإنهاء التصفية بأحسن طريقة ممكنة 18 نقطة من 18 في الأخير تحدث جندوز عن إنكانية ضمانه لمكان أساسي دائم بعد تألقه اللافت في تربص الماضي جندوز قال أن هدفه هو خدمة المنتخب سواء شارك كأساسي أو كبديل أما قرار مشاركته فبيد المدرب هو وحده من يقرر أفرج الحساب الرسمي لدور نجوم قطر عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في الدوري القائمة ضمت ست أسماء كان من بينها لاعبين جزائريين وهما لاعب الشمال القطري محمد رفيق عمر ونجم المنتخب بغداد بنجاح الحسابة الرسمية لدور نجوم قطر ستعلن لاحقا عن الفائز لكن تتويج أحد اللاعبين الجزائريين لن يكون مفاجأة حيث قدم معا مستوية رهيبة جدا وسجل أرقاما كبيرة ويكفي أن أشير إلى أنهما ساهم معا في خمس أهداف من ضمن الأهداف الخمسة التي سجلها فريقهم بنجاح يبقى مرشح أقوى من رفيق عمر وهو الذي توجه كما أشرت في عدد أمس بنفس الجائزة لكن بحسب صحيفة استاد الدوعة بنجاح قدم هذا الأسبوع ثاني أفضل أداء له بالموسم بعد جاء مستوها الكبير في جولة الافتتاح ضد ناديه السابق السد تنقل لاعب الخضر رمز العربي زروقي وبقية زملائه في فينورد اليوم للبرتغال من أجل لفقاء بنفيكا غدا الأربعاء في مسابقة دور الأبطال الصحافة الهولندية قالت أنه لغاية آخر حصة تدريبية خضع الفريق عشية اليوم لم تتضح معالم التشكيل لكن هناك احتمالية كبيرة لعودة الجزائر رمز زروقي للمشاركة أساسيا الأمر سيكون مفاجأ إن حدث لأن زروقي غاب تقريبا عن كل اللقاعات الأخيرة بعد مستوها المتواضع في بداية الموسم حصول زروقي على فرصة إن حدث لأنه ليس أكيد بعد سيكون هدية له لا يجب رفضها وعليه تقديم كل شيء لاستعادة ثقة مدربة الجزائر الآخر أنيس حاج موسى وضعه لم يتغير كل المؤشرات تقول أنه سيبقى على الدكة حاج موسى سيأمل في مشاركة كبديل على الأقل علّه هو الآخر يظهر بشيء من مستوها الذي كان يقدمه الموسم الماضي مع نديه السابق فيتاس أرنايم والذي لم تتح له الفرصة بداية لإظهاره منذ وصوله لفينورد وهو الذي لم يشارك ولا مرة كأساسي ويلتقي صهرة غد الأربعاء الجزائري عسى ماندي وبقية زملائه في ليل بنادي أتليتيكو مادريد في ملعبهم في العاصمة الإسبانية ماندي وكما عصرت قبل يومين ربما يستفيد من إصابة الظهير الأيمن لليل سانتوس كما أنه يمكن أن يستفيد من خبرته الكبيرة في الملعب الإسبانية وهو الذي واجه نادي أتليتيكو في عدة مناسبات الدولي الآخر حكيم زدادكا وإن كان سيستفيد هو الآخر من إصابة الظهير الأيمن إلا أن ذلك لن يكون سوى في الدوري لأن مدر بليل برونو جينيزيو وعند إرسال القائمة الأوروبية لم يضع زدادكا فيها لأنه فقط حل ثالث لذلك سيغيب عن لقاء الغد إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي إن شاء الله غدا السلام عليكم